آهات ودموع ودماء تسكب في مدينة تعز انفجاران بعبوتين ناسفتين زرعتا في أكوام القمامة وقع أحدهما في وسط مدينة تعز والآخر في طرفها الشمالي الغربي ليصنع هذا الجو الحزين في أيام وليالي شهر رمضان المبارك والله نحن نراكبين بالسيارة ما سمعنا للانفقار ما أقدرش مميز من فينس انفقار حين كنا مقدمة السيارة وهذه بالوسط هي ثنتين من الخواتي باقية الركاب الخانة الأخير شاهدنا الفقار باقي خلاق السواق الصيح اسعفوني اسعفوني نشوف ممي قد ينتوفي ساعة فقط تفصل بين الانفجار الأول الذي وقع مساء الأحد أمام المقر المؤقت للسلطة المحلية في شارع جمال وتسبب في مقتل ثلاث مدنيين وإصابة خمس آخرين وبين الانفجار الثاني الذي وقع فجر الاثنين في منطقة بيرباشة وأصيب جراؤه ثلاثة أشخاص بإصابة خفيفة وذلك قبل ساعة من تفكيك عبوة ناسفة أخرى عثير عليها مقابل شركة الكريم للصرافة قرب جولة المسبح وسط مدينة تعز الحسرة هي التي بقيت لدى هؤلاء والذين تلقى بعضهم نبأ وفاة ذويهم في المشفى الذي أسعف إليه ضحايا هذين الانفجارين المعلومات الواردة من مسرح الحدث أفادت بأن الأجهزة الأمنية باشرة التحقيق في الحادثة الإجرامية حيث وصلت فرق التحريات لمسرح الأحداث بعد وقعها مباشرة لإجراء التحقيقات الأولية وسط تأكيدات باتخاذ كافة الإجراءات لكشف ملابسات الجريمة والوصول لمرتكبها لكن لم يصر حتى الآن بيان عن هذه الأجهزة يتهم طرفا بحد ذاته في الوقوف خلف هذه الأعمال الإرهابية في حين سارعت مواقع إعلامية عرفت بمساندتها لكتائب أبي العباس إلى تغطية الانفجارين من زوايا تدفع إلى الاعتقاد بأن ما جرى في تعز يأتي ضمن مخطط يهدف إلى إرباك الوضع الأمني في المدينة بعد الانسحاب المعلن للكتائب الإرهابية من آخر الأحياء التي كانت تسيطر عليها في المدينة القديمة حتى الآن أحصائية العقوة الناسفة التي حدثت وفيرت في شارع الجمال ثلان شهداء امرأة جوز في التسعينات وشاب في مقتبل العمر في حوالي عشرين عام إجرام جديد تقوم به هذه العصابة خارية على القانون وتهديد أمن تعز نتمنى من سلطة المحلية في تعز والأمن أن يقوم بعمله وأن يتم تأمين شوارع تعز ونحن في شهر الفضيل ويقوم بهذه الجريمة الشنعاء التي اهتز شعور أبناء تعز جميعا بسبب هذه العميلة الجرامية موقع 24 المعروف بقربه من المؤسسة الأمنية الإماراتية نشر خبرا حول تفجيري تعز نال فيه من الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للسلطة الشرعية في محافظة تعز وذهب إلى حد وصف كتائب أبي العباس الإرهابية بالقوات الحكومية يأتي ذلك وسط ارتفاع أصوات تطالب الأجهزة الأمنية بتفعيل دورها في مواجهة التهديدات الأمنية الخطيرة التي تهدف إلى إفشال جهود تطبيع الحياة في مدينة تعز بعد أشهر من المواجهات مع العناصر التخريبية والإرهابية